أرحب بي ضيوف المشهد اليوم الكاتب والباحث جلال ورغي الباحث في شهون الشرق الأوسط يحيا حرب وكذلك الكاتب والصحفي جمال الدين طالب العدوان على قطاع غزة دخل يومه الثاني والتسعين بعد ثلاثمائة مع استمرار المجازر اليومية وزارة الصحة في قطاع غزة قالت إن الاحتلال ارتكب خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع وصل منها للمستشفيات حتى عصر اليوم خمسة وخمسون شهيدا ومائة وستة وثمانون مصابا هذا هو المشهد عن قرب شمال مخيمة وصيرات استهدافات من المدفعية ومن الطائرات الحربية بشكل كبير اشتركوا في القطاع وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الحصيلة الإجمالية لحرب الإبادة في قطاع غزة ارتفعت إلى ثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وتسعة وخمسين شهيدا كما ارتفعت حصيلة الجرحة في قطاع غزة إلى مائة ألف وألف وثمانمائة وسبعة وعشرين جريحا من جهتها قالت صحيفة هارتس العبرية أنه منذ أسابيع وقوات الجيش الإسرائيلي تحاصر شمال غزة وتمنع عنه المساعدات الإنسانية وتجوع مئات الآلاف وإن إسرائيل بذلك تنزلق إلى حرب تطهير عرقي وإن جنودها ينفذون سياسة إجرامية لليمين الكهاني والمسيحاني وحتى المعارضة في الوسط وفي الوسط اليسار لا تفتح فمها إسرائيل حكومة وشعبا دولة تطهير عرقي منذ أسابيع وقوات الجيش الإسرائيلي تحاصر شمال قطاع غزة وتمنع عنه تماما المساعدات الإنسانية وتجوع مئات الآلاف ومنذ بداية الحرب وإسرائيل تمنع الصحفيين الدخول إلى القطاع ومن القليل الذي انكشف لعيان الجمهور يمكن أن يقال أمران عن الحصار حجم المصابين الهائل من المدنيين نتيجة قصف يوميا ينفذه الجيش الإسرائيلي في مخيمات وبلدات الشمال من أطفال ونساء وشيوخ ورجال أبرياء ومؤسسات الصحة والإغاثة انهار معظمها وباقي المؤسسات في حالة انهيار تزعم إسرائيل أنها أبلغت السكان بأن عليهم الخروج من شمال القطاع والتحرك جنوبا في المحاور التي قررها الجيش هؤلاء السكان الذين سبق لكثيرين منهم أن نزحوا مرتين وثلاث مرات إسرائيل تمتنع عن إعطائهم أي تعهد بأنهم سيتمكنون من العودة بعد انتهاء القتال وخلاصة الفعل والقول إسرائيل تنزلق إلى تطهير عرقي جنودها ينفذون سياسة إجرامية لليمين الكهني والمسيحاني وحتى المعارضة في الوسط وفي الوسط اليسار لا تفتح فاها أهلا بكم ضيوفي الأعزاء عندما تنطق صحيفة هاريتس التي يعاقب مالكها اليوم في دولة الاحتلال الإسرائيلي تنطق بتوصيف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بأنه تطهير عرقي فماذا يقول المجتمع الدولي عندما يسمع من إسرائيل من داخل إسرائيل صحيفة إسرائيليا تعتبر إحدى الصحف الكبيرة والأكثر انتشارا تصف ما يقوم به جيش الاحتلال جيشها بأنه تطهير عرقي هذه التوصيفات يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنها يوما ما على اعتبار بأن هذه الصحيفة بالتأكيد عندما يفتح التحقيق في محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية حول حرب الإبادة ستجد وثائق كبيرة لدى مثل المصادر الإسرائيلية هذه المصادر جلال إذا بدأنا النقاش معك لحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هذه الحرب الآن دخلت في مرحلة التطهير حتى في الشمال لمشروع الاحتلال الإسرائيلي يسير لتنفيذه ألا وهو تطهير الشمال جعل منطقة الشمال منطقة فارغة عسكريا وحتى سكانيا هل ترى بأن هناك أكثر من هدف للاحتلال الإسرائيلي فيما يقوم به في شمال قطاع غزة؟ هو من الواضح جمال أن الجميع لاحظوا عودة العمليات العدوانية على شمال غزة بطريقة بربرية وحالة من التوحش تذكرنا ببداية العدوان والحقيقة أنه يبدو أن هذا تحكمه مجموعة من المعطيات أولاً المعطى الثابت هو إجرامية هذا الكيان الذي قرر منذ البداية أن يمارس الإبادة والتدمير الكامل والتهجير والتقتيل ويواصل في هذا المسار ولكن أيضاً إلى جانب هذا يبدو أن نتنياهو يعتبر أنه لا يزال يشعر بأنه لم يحقق الأهداف التي من أجلها نفذ هذا العدوان وبدأ هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة منذ أكثر من عام والدليل على ذلك ما تلقاه إسرائيل من ضربات وما تبديه المقاومة في جميع مناطق قطاع غزة من سمود ومن توجيه ضربات حتى أنه العدد الذي قتل خلال شهر أكتوبر في قطاع غزة لم يقتل منذ بداية العدوان وهذه حداته جعل نتنياهو يستشعر بأن المقاومة لا تزال تبدي سمودها الأمر الثالث وهو أيضا مهم في تقديري ويفسر العودة المكثفة لجريمة الإبادة هو الانتخابات الأمريكية نتنياهو الآن يراهن على أنه في سباق مع الزمن من أجل أن يحقق أكثر ما يمكن من عمليات القتل والإبادة والتدمير لقطاع غزة خاصة وأنه يستشعر بأن القادم من المرشحين سواء كان كاميلا هارس عن الديمقراطيين أو ترامب عن الجمهوريين سيمارس عليه ضغط بشكل أو بآخر من خلال تصريحات المرشحين من أن أهدافهم هو ضرورة وقف الحرب بشكل عاجل وبالتالي هذا هو الذي يفسر في تقديري المنحة المكثف للعمليات التي تقوم بها في شمال غزة لكن أستاذ يحيى بالنسبة للشمال تحديدا على الرغم من قتلى الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يواصل هذه العملية في الشمال ألا يشير ذلك بأن الاحتلال مصر على أن هذا الشمال كما كل التحليلات يريد أن يحوله إلى منطقة فارغة على الأقل منطقة بفرزون بالنسبة له أو أن الاحتلال الإسرائيلي كما تقولها أريتس يريد أن يطهر هذه المنطقة عرقيا ليمهد فيما بعد لإحلال المستوطنين بها ويهجر الفلسطينيين يعني طبعا تحية لك والزملاء والإخوة المشاهدين صحيح هذا وجهة نظرة أبديت أخي الكريم هي صحيحة ولكن أنا أعتقد أضيب إليها سببين رئيسيين السبب الأول هو أنه كما هو مجمع عليه في الأوساط كل المراقبين في الخارج وفي الداخل حتى في الكيان الصهيوني أن هذا العدوان حتى الآن لم ينجز منجزا سياسيا يعني هناك إنجازات عسكرية هناك قتل لقادة هناك دمار هناك احتلال هناك إنجاز عسكري ولكن كما هو معروف بالنهاية هذا الإنجاز العسكري يجب أن يتحول إلى منجز سياسي المنجز السياسي لم يتحقق الآن يعني المقاومة لم تستسلم الشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء الاحتلال لا يمكنه أن يستقر في منطقة ليس هناك إنجاز سياسي على هذا المستوى وهذا ما يحرج حكومة نتنياهو الرد على ذلك كيف يكون باستمرار الحرب بإقناع المجتمع بأن الحرب مستمرة فاستمرار الحرب هو للتعويض عن الفشل بتحقيق منجز سياسي السبب الثاني أو وجهة النظر الثانية أن فعلا هذه الحرب التي يخوضها نتنياهو أخي الكريم تجاوزت كل ما كنا تحدثنا به منذ عام حتى اليوم هي ليست ردا على حماس ولا رد على 7 أكتوبر ولا رد على تهديدات أمنية كما يدعي نتنياهو لا هي في الحقيقة حرب مخططة ومبرمجة لأبعاد أكثر من ذلك وأنا بتقديري يعني إذا كان هناك مجال لشرحها في وقت اللحق هي حرب تصفية القضية الفلسطينية هذه الحرب هي حرب تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما سنناقشه انسجاما ربما في تصفية القضية الفلسطينية مع قرارات أخرى للاحتلال السعيلي وهو قرار حظ الأونيروة والقرارات المتعلقة بالقدس لكن قبل ذلك جمال هناك بعد أيضا يتعلق بالمفاوضات التي أكد مصدر اليوم لحماس بأن هذه المفاوضات التي كانت تجري عبر الوسطاء في قطر ومصر هي لمقترح إطلاق صراح جزئي للأسراء مقابل إطلاق صراح الأسراء الإسرائيليين مقابل أسراء فلسطينيين دون انسحاب أو دون حديث عن انسحاب إسرائيلي دون حديث عن عودة النازحين ودون حديث عن وقف الحرب وفقط مقابل بعض المساعدات الغذائية هل يبدو بأن هذا بعض آخر يرود بن يمين ناتنياهو من خلال تكثيف القتل تكثير تكثيف الدمار أن يحاول تحسين بين قوسين تحسين شروط مفاوضات حسب هو ما يرى تلك المفاوضات أنا أعتقد ناتنياهو مهتم بالمفاوضات هو يريد أن تبقى الحرب لأنه توقف الحرب سيكون محل المسائلات هناك حالة احتقال داخل إسرائيل رغم ما يعطى صورة أنه إسرائيل يعني تقوم بما تقوم به قامت باغتيالات هي تقوم بعملية إبادة وأيضا بالتزامن مع ما يحدث في شمال غزة القصة كلها مرتبطة بتطهير عرق الفلسطينيين حرب إبادة وبالتزامن هناك مستوطنون إسرائيليون جاءوا حتى بعضهم من أمريكا على الحدود مع غزة ينتظرون فقط أن يسيطر جيش الإسرائيلي أن يهجر الفلسطينيين الذين يبدون مقاومة ويتشبثون بأرضهم رغم المجازر اليومية نتحدث تقريبا مئة شهيد يومية المرة الماضية في قصف واحد لبناية أكثر من مئة شهيد أكثر من خمسة وعشرين طفلا بينهم والهدف هو سموت ريتش وبنكفير بنكفير كان يرقص في هذا المؤتمر الذي نضم حزب ليكوت حزب نتانياهو حضره عدد كبير من الإسرائيليين من المستوطنين ومن سفراء ومن وزراء بالأحرى نتانياهو والهدف هو تطهير عرقي وليتحدثون حتى هناك جمعية تقودها امرأة ترفع خارطة تم يتم تقسيم حتى المستوطنات ويزعمون أن هذه المعارضة لكن هذه المعارضة التي أبدتها هاريتس التي وصفت ما يجري بتطهير عرقي هل تعتقد أنها ستؤثر على الداخل الإسرائيلي؟ هذا تعبير صراحة شجاح ما قام به مدير صحيفة هاريتس وهي صحيفة ياسارية ولكن يقول كلاماً مزنزلاً أنه وصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري الأبرتايد أنه ما تقوم به إبادة ودعا إلى معاقبات إلى عقوبات دولية لحكومة نتانياهو وخاصة سموتريتش وبنكفير قال هذا الكلام في لندن بينما المفارقة وزير خارجية بريطانيا كان هناك انتقادات وهو محامي له لأنه رفض أن يصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة وحتى رئيسه ورئيس الحكومة ستارمر الذي هو محامي ومغترس في حقوق الإنسان وتم استذكار اتهامه بأنه بالنفاق وبازدواجية المعايير أنه عندما كان محامياً لصالح كرواتيا في المحكمة الدولية محكمة العدل الدولية كان يصف ما قام به السرب في سرب رينيتشا بقتل ثمانية ألاف بوصني مسلم للتاريخ بالمناسبة بأنها جريمة حرب إبادة بينما الآن أكثر من 43 ألف شهيد والعدد ربما الإجمالي بمصدر ليس الفلسطينيون هذا مصدر مجلة لانسة الطبية المرجع تقدر عدد ضحايا عدد شهداء بأكثر من 100 ألف العدد عشرات الألاف من المفقودين وضمار يومياً ولكن بالنسبة لهذه المفاوضات جلال بن يمين نتنياهو قال بأنه يريد أن يبقي هذه المفاوضات تحت النار حتى الكثير من المحللين يرون بأن هذا التوقيت هو توقيت عبثي ونتنياهو لا يمكن أن يبرم أي اتفاق قبل أن يتبين من هو سيد البيت الأبيض والذي ربما سيتضح بعد أقل من خمسة أيام هل هذه المفاوضات التي تجري الآن والتي قال مصدر لحماس اليوم بأنها لا تلبي الشروط الفلسطينية هل تعتقد أن يمكن خلال هذه الفترة أن يخرج أي اتفاق؟ أولاً جمال ونحن نتحدث عن تصاعد جريمة الإبادة سياق المفاوضات يعني يشجع نتنياهو على فعلاً مزيد من ارتكاب أكثر ما يمكن من التدمير والقتل والإبادة لأنه مثل ما أشار الضيوف الكرام أنه نتنياهو إلى حد الآن يستشعر أنه لم يحقق الهدف وعملية يعني تصعيد الإبادة خاصة في شمال غزة ومحاولة يعني تنفيذ مخطته يعني يعتقد واهماً أنه يمكن أن يجر حركة المقاوم الإسلامي حماس والمقاومة عموماً إلى أن تقبل بشروط أقل من مكان بلود اتفاق مهينة وهي استسلامية بالمعنى الآخر وهو ما لم يحصل عليه لأنه في النهاية هناك حديث الآن على أن المفاوضات على الأقل في جولتها الأولى فشلت ولم تحقق هدفها ولكن أيضاً جمال الإبادة التي ينفذها نتنياهو تجد تجيع عملياً من القوى الغربية لا تزال إلى حد الآن والدليل على ذلك ما سمعناه من بلينكين بلينكين وزير خارجي الأمريكي قال أنه إسرائيل حققت أهدافها في قطاع غزة في القضاء على المقاومة وعليها أن تذهب بسرعة إلى الحل السياسي رغم الثمن البعض الذي يعني خلفه خلفه هذا وكأنه يبرر نعم يبرر قتل الأطفال لتحقيق إسرائيل الهدافة بالقناة على حماس الرئيس الأمريكي السابق أول أمس بيل كلينتون قال أنه يعني من حق إسرائيل أن تستهدف المناطق المدنية لأن المقاومة موجودة ضمن النسيج المجتمعي لأهل غزة وبالتالي هو برر عملية استهداف المدنيين واستهداف المناطق الآمنة التي يفترض أنها ليست يعني مناطق قتال إلى جانب هذا نحن نتذكر تصريحات وزير الخارجية الألمانية في السابع من أكتوبر يعني في ذكرى مرور يعني عام على السابع من أكتوبر عندما قالت أنه كل الأهداف في قطاع غزة مشروعة من أجل حماية أمن إسرائيل ومن أجل أن تدافع هذا كله سك على بياد للإحكالات ولكن يدين من أجل أن يرأل هذه التصريحات كلها إدانة لكل من صرح بها نعم بالتأكيد ويوما ما ونظر أن يكون هذا اليوم قريبا يعني يجب على المحامين أن يأخذوا هذه التصريحات بأنها تصريحات رخصة للجرائم تصريح للقتل مفارقة أن هؤلاء يزيدون وإسرائيليون أكثر من نتانياهو لينتون وزيد الخارجي بينما مدير واحدة من أشهر الصحف الإسرائيلية يقول بأنه هؤلاء الذين تصفهم إسرائيل بالمخربين عن مقاتل حماس هؤلاء مقاتل وحرية يقول وأولميرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قبل أيام يتحدث لسيئن أن يقول عدونا ليس حماس وليس حزب الله وإنما اليمين المتطرف في دولة الاحتلال طبعا لا تنسي جمال فقط تريد أن نضيف لأنه أخر موضوع الكتاب عندما صدر كتاب بوبو دورد وما يعني عرضه من مواقف الدول الأنظمة العربية التي يعني انكشفت كلها تدعم ماذا تدعم تدعم القضاء على المقاومة وتدعو إسرائيل تدعو إسرائيل للقضاء على المقاومة رئيس الاستخبارات المصرية رئيس الإمارات بشكل عالني الملك الأردني السعودية وبالتالي كان واضح أنه هناك سك على بياض من القوى الغربية ومن الأنظمة العربية طيب ولكن الآن بالنسبة للمفاوضات أستاذ يحيا المفاوضات الآن تجري في وقت حساس جدا الانتخابات الأمريكية على الأبواب ما هي إلا أيام ويتبين من هو الفائز كامالا هارس أم ترامب الرئيس الأمريكي السابق نتنياهو كل التصريحات تقول بأنه يفضل ترامب وبالتالي أن زيادة الضغط هو معتقدا على شمال قطاع غزة على الفلسطينيين سيحسن شروطه لأن ترامب لديه تصريحات بأنه هو أيضا يريد إيقاف الحرب فإذا ما أوقفت الحرب يريد نتنياهو أن يحقق من وجهة نظره يعني أكبر قدر من المكاسب العسكرية على الأرض لكن هذه المكاسب هل يمكن أن تتغير إذا ما كانت خسائر الاحتلال في لبنان وسنتحدث عن لبنان لاحقا لكن تأثير ذلك على غزة إذا كانت الخسائر في لبنان كبيرة فإن ذلك سيحاول نتنياهو أن يعوضه في غزة نعم فهذا صحيح طبعا الحديث عن وقف اطلاق النار أو الرغبة في تسوية يعني مبدئيا يمكن أن يقال بأن الصقوف العالية التي يطرحها نتنياهو هي صقوف للابتزاز لكي يحقق أكبر قدر من المكاسب وهذا ممكن يعني في أي حرب أو في أي صراع ولكن أنا شخصيا لا أميل إلى ذلك لماذا؟ لأن فعلا هناك بنية تحتية في إسرائيل بنية تحتية يعني أحزاب يمينية مجتمع مجتمع حتى المجتمع حتى المستوطنين أنفسهم بنسبة عالية جدا باتت الآن تميل إلى هذا الاتجاه اليميني المتشدد الديني التصفوي الإلغائي المسألة لم تعد مسألة مناورات باعتقادي أنا هناك بهذا الكيان الصهيوني مسألة خطيرة جدا إذا لم نواجهها نحن ويواجهها العالم العالم أيضا سيدفع ثمن كبيرا هذا الاتجاه الصهيوني أخي الكريم ليس اتجاه تسووي لا يفهم السياسة نتنياهو عندما يطرح شعارات أن تخذ مثلا شعار النصر المطلق ما هو النصر المطلق؟ النصر المطلق يعني الإبادة للآخرين أنت كيف ليس هناك في الدنيا كلها ولا في أي صراع شيء اسمه النصر المطلق يعني أنت تريد أن تبيضي الآخرين الحجة الأمنية وهذه التي يستعملها الغرب للأسف الشديد وليست مستخدمة إلا في هذا الكيان أنه حق الدفاع عن النفس ماذا يفسره نتنياهو حق الدفاع عن النفس؟ يريد أن يبيد الفلسطينيين في شمال القطاع يريد أن يبيد اللبنانيين في جنوب لبنان أي أن من حقه للدفاع عن نفس أن يبيد الآخرين أن يبعدهم عن أرضهم أن يبعدهم عن أرضهم وهذا ليس موجود في كل العالم كل العالم ليس خلافات بين بعضهم ليس خسراعات بين كل الدول روسيا لا تطالب من أوكرانيا هذا الطلب أي دولة أخرى الصين لا تطالب من تايوان هذا الطلب الحروب تكل بالتاريخ إلا هذا الشخص لماذا؟ لأن العقل الإلغائي موجود واليوم هذا الكيان أعود وأكرر هذه الحرب نتنياهو يبتز فيها الجميع وأنا شخصيا لا أرهن على الانتخابات الانتخابات الأمريكية نعم هي فرصة قد تكون لبعض التغييرات في السياسة الأمريكية ولكن إن أتت هاريس إلى السلطة فهي ضعيفة إلى درجة أن الذي يتحكم بسياساتها هو المحيط المحيط بها والمحيط سيكون صهيوني بامتياز وإن أتى ترامب سيكون رجل فارغ سياسيا ليس لديه مشروع سياسي وبالتالي اللوبيات الصهيونية تتحكم به كما تريد ولكن هناك مخطط للاحتلال الإسرائيلي الآن يجري لتنفيذ ما يريده اليمين الإسرائيلي المتطرف كخطة كاملة هذه الخطة المتكاملة بإلغاء الأنروة وكذلك القرار الذي استرحت عنه الآن حول مصادقة الكنيسة الإسرائيلي على قانون يحضر إقامة بعثات دبلوماسية في القدس في خطوة تهدف إلى تعزيز مطالبة إسرائيل بالمدينة وقطع الطريق على الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ويقضي القانون بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل وينص على أن القدس هي جوهر السيادة الإسرائيلية ولا وجود لأي قنصليات تخدم غير إسرائيل الكنيسة يصادق على قانون حظر فتح قنصليات جديدة شرقية القدس صادق الكنيسة الإسرائيلي على قانون يحضر إقامة بعثات دبلوماسية في القدس في خطوة تهدف إلى تعزيز مطالبة إسرائيل بالمدينة وقطع الطريق على الفلسطينيين ويقضي القانون بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس وتمت الموافقة على التشريع وهو تعديل للقانون الأساسي القدس عاصمة إسرائيل بأغلبية 29 صوتاً مقابل 7 وينص التشريع على عدم إنشاء قنصليات جديدة في القدس بينما ستشجع الحكومة هذا يثبت ما كنا نتحدث عنه أن لدى بن يمين نتنياهو اليمين مخطط لشطب القضية الفلسطينية من خلال الحرب على قطاع غزة يريد إضعاف حماس وكذلك الحرب على لبنان يريد إضعاف أي قوة عسكرية تدعم المقاومة أو ترفع شعار المقاومة أما على الأرض الأونيروة التي حضرها الكنيسة قبل أيام هي الجسم الاقتصادي وكذلك هي الجهة التي توفق وتثبت حق اللجوء الفلسطيني بشطبها يشطب إمكانية أن تكون هناك دولة فلسطينية من الناحية الاقتصادية والمدنية على اعتبار أن الأونيروة ميزانية حوالي مليارين وبالتأكيد عدم وجود الأونيروة سيشكل عبء كبير هذا القرار الذي نتحدث عنه اليوم بالنسبة للقدس هو ركن آخر لأنه لا وجود دولة فلسطينية دون القدس وعندما يمنع الاحتلال جمال أن يكون هناك قنصليات هذا يماهد لجعل حتى الاعتراف الدولي بغض النظر هذا السياق هل يخدم حل الدولتين الفلسطينيين أم لا هذا نقاش آخر لكن مجرد حل الدولتين بهذا القرار يصبح صعب على الدول أن تقبل به أو تنفذه هذا طبع الواضح أن يحاول التنويب القدس ومنع أي فرصة لافتنه بالتزامن في الكنيس الكنيس الذي أقرى هذا القرار 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 القانون كان هناك اقتراح من نواب عرب في أيمن عودة اقترح قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 67 وأسقط حالة هستيريا نائبة برلم نائبة من حزب الليكود هاجمته في القاعة في الكنيس وهي حافية القدمين وتهدده وحالة هستيريا بسبب طرح هذا الذي تم إسقاطه طبعا بينما تم تمرير هذا القانون واضح أنه هذه في محاولة تسفية القضية الفلسطينية ورغم أنه هناك مقاومة تذكر إسبانيا ورفضها الإملاءات الإسرائيلية وأيضا النروج التي النروج التي هددت بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا استمرت إسرائيل في سياستها واضح أنه هي على كل الجبهات الإسرائيل دفع نحو منع أي مع أنه على الأرض واقعية الآن عملية الخنق التي تتعرض لها الدفع الغربية وغزة حدث ولا حرش هي الجال حديث عن دولة فلسطينية مستقلة يعني غير موجودة وعلى أرض الواقع مستحيلة رغم الخطار طبعا النفاق الغربي ونحن نتشبث بحل الدولتين بلا مع الأرض وعلى الواقع لكن عندما تحرك غربيا جمال أمام مثل هذه القرارات سيجعل الاستيقاظ بعد وقت لتطبيق حل الدولتين لا فائدة منه لأن على الأرض سيكون هنا قانون إسرائيلي يمنع وجود بعثات في القدس فلذلك لا حديث عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية وكذلك القرار أمس الذي أخذه الكنيسة بحرمان أسر الفلسطينيين الذين يقومون بعائلات من التواجد في فلسطين طردهم يعني حتى لو كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية كل ذلك يصب في إطار واحد ألا وهو تصفية القضية الفلسطينية أليس كذلك؟ نعم جمال في تقديري هي مسارات متوازية هناك المسار العسكري الذي استهدف قطاع غزة بالإبادة والتدمير الكامل ومحاولة يعني هناك إسرار يعني معلن وغير معلن على يعني دفع أهل غزة إلى النزوح وحتى إلى الهجرة وفي تقديري لولا يعني المخاوف المصرية على أمنها وليس يعني رفض من حيث المبدأ لفكرة التهجير لا نفذ نتنياهو مخطته هذا مسار العسكري والذي أيضا اتسع حتى ليشمل الضفة الغربية نحن نعلم أنه حوالي ألف شهيد في الضفة الغربية فضلا على عمليات التدمير الممنهجة للبنية التحتية في الضفة الغربية إلى جانب هذا المسار هناك طبعا المسار السياسي التصويت على رفض حل الدولتين والذي تقريبا جرى منذ ثلاثة أو أربعة أسبوع فضلا على استهداف الأونر واستهداف القنصليات هذا كله في تقديري مثلما شارل أستاذ قبل قليل من أنه نتنياهو يريد أن يحول المعركة إلى معركة سفرية تعني فقط جلال قبل أن تكمل أضيف عنصر مهم جدا فيما تتحدث عنه ألا وهو تشكيل فرقة عسكرية في الضفة الغربية هذا قرار خطير جدا أحد المحللين العسكريين قاصد محمود تحدث للأنادول بأن ذلك هدفه هو تنفيذ مخطط نتنياهو في الضفة الغربية بالتهجير وإلا لم يشكل فرقة عسكرية هناك بالضبط ويسند هذا ما أشرت إليه جمال تصريحات الكثير من وزراء حكومة نتنياهو من أنه لا بد من السيطرة على الضفة الغربية خاصة بنغفير قال ذلك أكثر من مرة وبالتالي هناك مصار عسكري مصار سياسي مصار دبلوماسي مصار هذا الإنساني في استهداف الأونروا كل ذلك لتقويد يعني عملي تبديد فكرة ما يسمى بالدولة الفلسطينية وتحويل المعركة إلى معركة سفرية والحقيقة في تقديري أن هذا المخطط الذي يقوده نتنياهو هو كأنه يريد أن يعود بنا إلى ما قبل طفان الأقصى وهو القفز على القضية الفلسطينية واندراج إسرائيل في المنطقة كجزء من نسيج المنطقة فيما يسمى بالاتفاقية الإبراهيمية ويعني دمج إسرائيل بالكامل وعملي التطبيع بالكامل وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية قضية تقليات يمكن محاولة بحث في كيفية تسوياتها يعني وتتحول إلى مسؤولية كل الدول المنطقة وليست مسؤولية إسرائيل وهذا في الحقيقة هو الخطير تقديري أن هذا سيواجه بصعوبات وتحديات حقيقية بسبب في نهاية المطاف يعني لا نستطيع إلا أن ننويها به على الأقل وهو أن السعودية الآن ترفض التطبيع وترفض الذهاب إلى التفاوض مع إسرائيل إلى أن يتم الاعتراف والمضي في الإعلان تشكيل دولة فلسطينية هذا إلى جانبي طبعا المجتمع الدولي الذي يرفض في نهاية المطاف هذه الفكرة تماما ولا يستجيب أطمعنا أنا أضيف إلى ما قاله الزميل جلال وهو طبعا الهدف السياسي واضح جدا هو هكذا ولكن أنا أريد أن أقول مسألة لو سمحت لي أستاذ شمال شمال وهو البعد الاستراتيجي لهذه السياسات التي يتابعه نتنيا صحي القضية الفلسطينية هي بجون شك قضية شعب فلسطين أرضه، مستقبله، حياته، هويته، مقدساته هذا أمر لا شك فيه ولكن هي أيضا قضية عربية بمعنى أن كل الهوية العربية الجامعة العربية التضامن العرب المشترك أقيم على أساس هذه القضية الفلسطينية بدون القضية الفلسطينية ليس هناك أي جامع بين العرب هم مختلفون سياسيا على كل شيء مختلفون سياسيا على كل شيء يبقى هذه القضية هي التي جمعتهم فترة من الزمن ثم اختلفوا عليها القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية أيضا حتى المؤتمر الإسلامي ونظمة المؤتمر الإسلامية حتى كل ما يجمع بين المسلمين هي القضية الفلسطينية فعندما نتنياهو يريد أن يلغي القضية الفلسطينية هو بالحقيقة يلغي أي فكرة للتضامن العربي يلغي أي فكرة لللقاءات الإسلامية هذه التي بينها خلافات كثيرة ومن هنا النظر إلى مسألة الأونروا ليس مسألة بسيطة الأونروا صحيح أن هي التي تسهم في إعالة أو تعليم أو نحو خمس ملايين فلسطيني ولكن تحفظ حق العودة هذه النقطة الجوهرية أحسن النقطة الجوهرية أن الأونروا هي رمز للجوء واللجوء هو نقيض الدولة الإسرائيلية لأنك عندما تقول لاجئ لاجئ من أين له أرض له بيت هي قضية اللجوء بذاتها التي تحفظها الأونروا هي التي بعين وفكر هذا اليمين الإسرائيلي الصالي يريد أن يلغي الأونروا لأنه يريد أن يلغي قضية اللجوء لأنه لا بقى لإسرائيل مدام اللجوء موجود لكن على الرغم من حالة الصمت العربي العجز والتخاذل إلى التواطئ لكن هناك من ينظر بعين إيجابية لدعوة المملكة العربية السعودية لقمة عربية وإسلامية في الشهر المقبل وكذلك تصريحات فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم أظن في هذا الشهر تصريحات اليوم مبادرة الاستثمار قال فيها عفوا أمس تصريحات قال فلسطيني يجب أن تكون عضوا في الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وجدد التمسك بموقف الدولة الرافض للتطبيع قبل إيجاد حل إقامة الدولة وقال بالحرف ليس فقط التطبيع مع المملكة على المحك لكن الوضع مع المنطقة بكلها من ناحية التطبيع في خطر إن لم نجد حلا ومسارا واضحا لإقامة الدولة فلسطينية يبدو أن التصريح إيجابي ومتقدم نوعا ما طبعا قد تكون هناك حسابات طبعا باب ودورد في كتاب وأيضا نلتقى بلينكل بمحمد بن سلمان ومحمد بن سلمان أبلاغه بشكل واضح إنه مع المنطقة للتطبيع لكن تأكد بأنه يجب أن يكون دولة فلسطينية دولة فلسطينية ويكشف أن بودورد بأنه أبقاه وبلينكل ينتظر حتى يستقبله محمد بن سلمان وهذا الموقف يعني مهما كان موقف لأنه طبعا هناك حسابات داخلية ممكن جمال محمد بن سلمان متأفضل من موقف وزير خارجية الأمير فيسل بن فرحان الذي تحدث ويعني كأنه انتقد يعني التعامل مع حماس يعني عملية من درجة في الموقف العربي المحرض على حماس بينما محمد بن سلمان فيما ورد في الكتاب لم يتطرق كثيرا لم يتطرق لأنه ما عني محمد بن سلمان عنده حسابات داخلية رغم مهما كان التطبيع قال أنه نسبة عالية من شعبه من الشباب وهؤلاء ينظرون لما يجري في قطاع غزة ولا بد إيقاف الحرب بالمجمل كان كلام إيجابي لكن هل ستقبل السعودية بمسار دولة من أجل التطبيع أم إقامة دولة مازال الأمر غير واضح هي سعودية طبعا يعني مسار دولة رغم أنها تخلت عن فكرة المسار هي قد يجب محام دولة فلسطينية وتقديري جمال أيضا للأمانة التصريحات فيصل بن فرحان يعني أنا فهمتها على أساس أنها محاولة للتغطي على الموقف الذي كشفه الودورج نعم لأن موقف فيصل بن فرحان مخزي للأمانة يعني تماما مثل بقية المواحس يعني لا سمحت لي استجد يعني المسألة هنا يجب أن ننظر عليها أيضا من زاوية الإحراج الذي يسببه نيتنياهو حتى لأصدقائه وحتى للذين يعني نيتنياهو هذا برعونته وبغطرسته حتى الإدارة الأمريكية الدارة الأمريكية عندما يصدر عنها بعض التصريحات الإيجابية ليس لأنها تحب الشعب الفلسطيني ولا لأنها غير منخرطة في المشروع ولكن لأن النهج الذي ينتهجه نيتنياهو فعلا يحرجه أمام نفسها أمام شعبها أمام العالم ونيتنياهو هذا أحراج حتى بالمناسبة الكتاب حتى المطبعين الكتاب أشار لأثناء حديث المسؤولين أبريكيين في البيت لابد مع بعضهم أنه لابد من تغيير القيادتين يعني هم يتمنون تغيير القيادة في حماس وفي إسرائيل والرئيس الأمريكي قال كلام بشع في نيتنياهو شدمه كل أبناء مش عن نروت المطلوب هنا هذه التصريحات جيدة وجميلة ونحن نؤمل عليها ولكن يجب أن تترجم تترجم سياسات إذا لم تترجم سياسات لا يمكن يعني أن نبقى هكذا نحن كلمة تأخذنا وتأخذنا وتأخذنا سياسات واضحة هذه المواقف جمال وأكد بأنه كذلك أنه هؤلاء يخشون محمد بن سلمان طبعا هناك تقرير سآخر يقول بأنه حساباته وأن يخشى غضب داخلي إلى درجة أن يهدد حكمه إذا مضى في تطبيع مع إسرائيل بدون أي بدون أي مقابل لأنه قد يبرر موقفه بموقف الفلسطينيين السلطة الفلسطينية وحتى حماس في فترة قالها خليل الحية في حوار مع الـ AP قبل أشهر بأنه حماس ليس لها إشكال لو كان فيه تسوية عادلة تحقق ما يريده الشعب الفلسطيني على حدود 67 لا إشكال لها فيه الاعتراف في دولة إسرائيل نحن يجب أن لا ننسى أن هذه الأنظمة السعودي والإماراتي والبحريني ليس لها الحق أصلا أن تتاجر بالقضية الفلسطينية لا هذا مفروغ منه يعني مصر مثلا طبعت قالت بأن لي أرض أنا عندي مشاكل لها حجة بس هذه الدول ليست محاربة ليس لها حق أن تطبع وتستبدل القضية الفلسطينية بعلاقاتها الخاصة القضية الفلسطينية يجب أن تسمع على هذه المسائلين ولكن أنت كنت تقول بأنه أيضا القضية الفلسطينية قضعها قضية عربية مهما كانت الأنظمة قضية عربية جامعة على المستوى الشعبي لا على المستوى الشعبي هناك مهما كان مهما حاولت هذه الأنظمة التطبيع وتسويق حتى أنه هناك خصوصيات ولكن على المستوى مهما كان في السعودي يبقى الضمير الشعبي مع القضية الفلسطينية جمالنا فرصة كانت يعني لهذه الأنظمة أن تثبت أمام الشعوب بأنها تهتم بالقضية الفلسطينية هي فرصة ضائعة لكل هذه الأنظمة يعني خلافا أن ما جرى حيالة وفي كل حالات جمالنا لكن هذه الأنظمة الآن مهما فعلت بعدما جرى في قد عرّتها شعوبها لن تسامحها والصمت على جريمة بهذا الحجم هي صدى للسابع من أكتوبر يعني السابع من أكتوبر هزة فعلا ضمير ناس كثيرين عندما تحدث السعودية عن تغيير في سبتمبر كان سبعين في المائة يقولون الفلسطين لست قضيتي في ديسمبر صار سبعين في المائة يقولون قضية الفلسطينية قضيتنا الأولى هذا كل تأثيرات سبع أكتوبر هذا ما يقلق الإسرائيليين أنهم كانوا على بعد خطوات لتطبيع مع السعودية بشكل خاص ثم جاء سبع أكتوبر أربك أخلط كل أوراق نعم تقييم الموقف العربي المتخادر في جزء من تفان الأقسى من تبرير المقاومة لعملية تفان الأقسى هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي الذي كان يريد أن يلفظها لصالح تصفية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا فعلا يعني تم النجاح فيه لحد ما ولا يزال ولا يزال والدليل على ذلك ما سمح به من تعبير على السخط مثلا في الأردن في المغرب هذا يعني في نهاية المطاف المغرب يستطيع أن يمنع المظاهرات ولكن المظاهرات خرجت يعني تخرج بالملايين كل أسبوع هذا في حد ذاته إعادة يعني في نهاية المطاف بعد أن كان هناك مسار عربي رسمي لتصفية القضية الفلسطينية والقفز عليها واعتبارها قضية وورد ذلك على لسان الكثير من الزعماء العرب أنها قضية لا تعنيهم طفان الأقسى فرض عليهم في نهاية المطاف أن يعقدوا اجتماع عربي إسلامي ويريدوا الآن أن يعقدوا اجتماع آخر فرض عليهم أيضا أن يتحدثوا على القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة فلسطينية وتقديري أنه كلما سمدت المقاومة وسمد الشعب الفلسطيني في تقدير هذه الأنظمة ستضطر في النهاية أن تخطو خطوة إلى الوراء بعيد عن سياسات التطبيع وسياسات الاندراك في المشروع الأمريكي نعم وحتى من الناحية السياسية هذه الأنظمة التي طبعت هي تحتاج إلى استقرار من أجل تطبيق الشق الاقتصادي في مخطط التطبيع وهذا لن يتحقق ما دام هناك جرح فلسطيني هذه في الحالة السعودية هي من غير أن تكون مساهمة في ذلك لأنها ترغب بأنه لم يكن هناك طوفان للأقصى إلا أنها ترى بأنه ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ما لم يكن هناك هدوء واستقرار فإن التطبيع لا معنى له وهذا ينتبق أيضا على السعودية في علاقتها مع إيران السعودية نظام الحالي لا يريد مشاكل يريد نظام اقتصادي جديد وبالتالي لا يريد أي عدم استقرار حسابات طبعا الإمارات الآن أصبحت تختلف عن حسابات السعودية وأما الدول الأخرى يعني البحرين يعني إبسلون فقط في المعادلة السياسية يعني تصريحات ليس لها أي تأثير على فكرة إشارة سريعة قبل 7 من أكتوبر السنة الماضية في مجلة الفورنة فيرز كتب مقال حذر من الدفع نحو التطبيع اعتبر الدفع نحو التطبيع وإدماج إسرائي في المنطقة في الفورن الأفرز الأمريكي أن هذا سيكون سبب عدم استقرار المنطقة لأنه سيثير حفيظة الشعوب العربية والفلسطينيين ويمكن أن يكون ذلك مدخل إلى انفجار عنف سببا مؤججا لغضب هذه الجماهية بعد شهر أو شهرين من هذا المقال جرى صفان الأقصر وهذا سبب موضوعي لأن ما ينجر الآن ربما يولد نفس هذا التأثير بالنسبة للجماهير العربية التي ستستيقظ وتقول كيف سكتت أنظمتنا على كل هذا الخذلان على كل هذه الجراءة وهذا عامل أساسي ومهم في حركة هذه الأنظمة يعني حركة هذه الأنظمة إذا كان هذا النظام أو ذاك دون أن نسمي يبدي إشارات إيجابية فالمطلوب هذه ما زالت حتى الآن ردة فعل لاستيعاب ردة فعل الناس وأنا هنا أريد أن أعطي مثل بسيط أخواني العزاء في آخر خطاب له السيد حسن نصر الله رضا الله عليه في آخر خطاب له قال يعني كان خطابه سريعا جدا ولكن ركز على أنه لن نوقف حرب المساندة لن نوقف حرب التعاطف مع غزة وليكن ما يكون سأل الناس لماذا قال هذه الجملة قال هذه الجملة لأن آخر اتصال كان من هوكشتاين مطلب واحد بس فقط مطلب واحد كان يقدم للبناني فكوا الارتباط بغزة فكوا الارتباط بغزة ونحن نعطيكم مكاسب على مستوى الحدود الأزمة اللبنانية مع الكيان الإحتلال ونعطيكم مكاسب على مستوى الداخل انتخابات رئاسية وما الشاكل فكوا الارتباط بغزة هذا كان سهل رئيس للحرب على لبنان لماذا أستاذ جمال أنا أقول ليس لأن كان هناك تأثير عسكري قوي لا مش من التأثير السياسي القوي إسرائيل لا تريد تضامن لا تريد ظهير ظهير للفلسطينيين تريد الفلسطينيين وحدهم وهذا ما عملوا له سنوات طويلة منذ مؤتمر مدريد منذ مؤتمر مدريد وهم يريدون عزل الفلسطينيين عن الأردن وعن مصر وعن الشعوب العربية جميعا تريد أن يكون هناك محور وهذا هو وهذا ردت الفعل الآن عند الشعوب العربية في الخليج وفي المغرب وفي لبنان وفي العراق واليوم حتى الحكومة العراقية اتعرض لضغوط على هذا الأساس ممنوع حدا يتضامن مع فلسطين وهذا ما سنخشو جمال تعليق بسيط فقط في مخص المخاوف بوليتيكو موقع الأمريكي مجالة بوليتيكو كشفت مؤخرا فقط منه محمد بن سلمان قالها صراحة أنه يخش مصير السادات إذا ما طبع من إسرائيل يخش الاغتيال إذا طبع مع إسرائيل بدون أي مقابل يعني يمكنهم يخشون الحساب حساب الشعوب على كل حال بعد الفاصل سنعود على رأس الساعة لنواصل نقاشنا فابقوا معنا اشتركوا في القناة